السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. اهلا من متابعين الكرام. متابعين قناة التوء انفود. ان شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة وراحة بال. هنعمل النهاردة مكرونة بالسجوء بطريقة صحية. ان شاء الله تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير. ولأول مرة تتبعوني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم. شكرا كل تعليقاتكم الجميلة. هنجيب طاصة. هنحط فيها معلقة زيت. وهنجيب معانا بصلة كبيرة متقطعة جناحات. ونبدأ. ندبل البصلة شوية. وبعدين نجيب معانا كمان معلقة توم مفرومة. وندبلها مع البصلة. اول ما تاخد معانا اللون الدهبي. هنكون مجهزين سجوء. هنجيبه من عند الجزار. بيفروم هن هو واقف بيعمله بدون دهون. كده يبقى صحي جدا. يعني بقيت على اللحمة وحنا وقفين يحطها في المكنة من قدامنا من ناحية دي تطلع سجوء من ناحية تانية من غير اي دهون. وبيبقى صحي جدا. هنجيب معانا السجوء وبعد ما غسلناه. بس نخلي البصلة تاخد لون شوية. بالشكل ده نحطه سليم. اللي حابب يقطع يقطعه بعد ما يستوي. بالمعلقة كده بيتقطع بكل سهولة. عشان ما يفكش في التواصل. نبدأ نشوحه. مع البصل. وبعدين نحط له شوية فلفل اسود. بسيطة هو مش محتاج توابل هو في كل التوابل. ونحط كمان ملح. ونسيبه بقى على نار هادية لو هو وجاء كبير ياخد سوا اكتر ممكن يحط له نص كباية مية بس هو ما بياخدش سوا بعد ما بنخلص بيختبره كده بالمعلقة نلاقيت قطع يبقى ستوا هنبدأ ننزل عليه بفلفل الاصفر واحمر واخضر ونشوحه مع بعض مش هنسيبه كتير فلفلفل عشان ما يتبلش يبقى لسه اللون الحلو كده والجرشة الحلوة. وبعدين هنجهز معانا مكرونة مسلوقة. آآ تكون مكرونة شفان او مكرونة قمح آآ اصمر او لو مش متوفرة خالص آآ نجيب مكرونة سومونينا. ودي كده تبقى بطريقة صحية ما ترفعش سكر الدم ممكن نقدمه بالشكل ده. المكرونة جنب السجوء وممكن كمان نقلبهم كلهم في بعضه على النار. ودي حسب الرغبة انا قدمته بالطريقتين وكل واحد يعمل اللي يعجبه ان شاء الله تجربوه وتقولولي رأيكم في التعليقات. لو عجبكم ما تنسوش. اللايك والشير ولو اول مرة تبعوني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرز عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم. شكرا كل تعليقاتكم الجميلة اللي بتزعجوا.